فيه فيلم اسمه ريش الفيلم خلاص بقى بعيد عن ده خلاص الفيلم ده اتعرض في يعني مسابقات عالمية فاز في كان فاز بجواز كبيرة اتعرض في الجونا مش عرض اول ولا حاجة فاز في مهرجانات تانية فهو بيتعرض بعض الفنانين اللي واخدين على ان هم بقى ايه بتعارفين يعني ما عجب همش قاموا مشوا خال ان الفنان الكبير احمد رزق قام مشي ليه يا جماعة قالك يا سواء مركز على الفقر في مصر هو سواء بس بس بسيط هو ما فيش فقر في مصر هو فيلم ريش ده بيجذب بيتبلوا عن الناس لمؤاثم اهو بيقولك بعد فوزه بمهرجان كان فيلم ريش واجه اتهمات للإساءة لمصر بقى الفيلم بيثيق لمصر ومتهم انه بيثيق لمصر ليه علشان بيعرض مشكلة حصلة في مصر ما انتو عملين تقولوا عايزين نقضي على عشوائيات يعني في عشوائيات عايزين نقضي على البطالة يعني في بطالة عايزين نقضي على الفقر يعني في فقر بعد فوزه بجائزة في مهرجان كان الفيلم بتاع ريش بيواجه التهمات بالإساءة لمصر عشان كده لما نزلوا اخبار عنه كتير وتشالت كلها فيلم مصري وصير ضجة في مهرجان الجونة السينمائي وتسبب في غضب وانصحاب شريف مونير طبيعي يا جماعة الفيلم مش مطلع اللي لابسين بادلة بمليون جنيه ولا مطلع للناس اللي لابسه ألماس ولا مطلع الفستان اللي مش عارف لحد فين ولا اللي مش عارف ايه مطلع مصر وجزء من مصر المهمة الحقيقية وده طبعا بيدايق الناس اللي رايح عشان تشم هوا او الناس المتملقين زي مين ما قال زي المخرجة كاملة ابو ذكري ما قالت ما هو فيلم فلما نيجي نتكلم عنه نجيب كلام فنانين زي كاملة ابو ذكري كده كاملة ابو ذكري مخرجة طبعا ليها وزنها كاملة ابو ذكري وعلى حسابها على الفيسبوك كتبت تلميذي وعزيزي المخرج الشاب عمر الزهير مبروك على فيلمك وارجو من الاخوة اللي بيزيدوا بوطنيتهم يرحمونا من كلمة سمعة مصر هو حد قال لحضراتكم ان مصر دي واحدة ست بايرة بتدور على عريس كلمة سمعة مصر دي كلمة مستفزة وبتقلل من قيمة مصر عب عليكم بقى كفاهم فاقم وزايدة باسم ان حضرتك وطني والمسؤول عن حماية مصر مبروك يا عمر مبروك يا عمر وافرح بنجاحك وما يهمكش من شوية منافقين عايزين يتملقوا من خلال شاب صغير في اول حياته وصدقني الكبار اللي بيخوفون بهم عندهم القدرة على معرفة المنافقين والمطالب ملقين لانهم كبار وفاهمين ما تخافش منهم واحلم كمان وكمان ان شاء الله المستقبل قدامك ودي صورة عمر زهيري المخر كمية تملق مش طبيعي يطلع اسمه ايه ده شريف مونير يقولك بيسيق لمصر طبعا مع عمر قديم بيسيق لمصر طلع هو جايب حاجات مش حقيقية يعني راح صور في بلد تانية يعني هو العشوائيات اللي مصور فيها عمر بيقولك او شريف بيقولك مش موجودة لا موجودة وفيه ناس تحت خط الفقر ده زاد وما قالوش السنة دي كمان رد عليهم محمد دياب محمد دياب رد عليهم وكتب بوست برضو بيرد فيه على شريف مونير اللي بيقولك العشوائيات اللي مطلعينها في الفيلم بقيتش موجودة لا موجودة يا شريف موجودة يا أستاذ شريف بس مش موجودة في الجون احنا أسفين جرحنا مشاعر حضراتكم وانتوا عاديين في الجون محمد دياب وامخرج محترم بيقول كلامي لأستاذ شريف مونير ان الجوائز اللي خد فيلم ريش هي مؤامرة من الغرب على مصر كلام خطير جدا خاصة انه من فنان كبير هتكلم من خبرتي كشخص عضو لجنة تحكيم في مهرجان كان وعضو في أجديمية الأوسكار قولا واحدا ما فيش إنسان لا بالتلميح ولا بالتصريح عمره بيحاول يأثر على اختيارات لجانة تحكيم واللي أعضاءها بيتكونوا من فنانين مميزين من أنحاء العالم إدارة أي مهرجان دورها بينتهي باختيار الأفلام المشاركة ونقطة ويسأل في ذلك الفنانين اللي كانوا أعضاء لجانة تحكيم المهم محمد دياب كاتب بوست جميل جدا بيبرد فيه على شريف مونير شريف اللي عمال يقولك الفيلم ده مؤامرة على مصر وبكمل ضمن الكلام اللي كتبه وقال سنة 2019 الفيلم اللي كسب البالم دور هو شوب ليفترز الياباني وسنة 2020 اللي كسب نفس الجائزة هو باراسيت الكوري وبعدها اكتسح الأوسكار الفيلمين عن العشوائيات من دول عالم أول وبلادهم احتفت بالفيلمين وبصانعيهم بالرغم من أن العشوائيات نسبتها في الدولتين لا تذكر المميز فيلم ريش مش الفقر على الإطلاق بل اسلوب مخرجه الجريء وطريقة سردور مختلفة وسواء عجبك الفيلم أو لا لازم تشيد بأن الفيلم ده فيلم بصوت وطعمه مختلف فنيا مش موجود في السينما المصري عموما يا جماعة شكرا للي تكلموا عن فيلم ريش علشان أعلى نسبة في البحث على السوشيال ميديا دلوقتي من مصر عن فيلم ريش الكل اللي بيبحث عن فيلم ريش عايز يتفرج عليه ببارك لصانع الفيلم بقول لهم أنتوا اتعملكوا أعلى دعاية وأحلى دعاية لو صرفتوا فلوس كتير جدا ما كنتوش حتقدروا تعملوها اللي بيطبلوا لما انسحبوا ادوكم فرصة في الدعاية المجانية دي وانتوا ماشيين في طريقكم الصحيح الناس هتتفرج والناس هتحكم بعد إسأته لمصر ربما تسحب وزارة الثقافة تكريمها لصنع ريش كله بيطبل كله بيتملق بأسلوبه ده أنا يعني تحرك يعني وزارة الثقافة مدياهم جوايز طب انتوا مشوفتوش الفيلم يا وزارة الثقافة بس لما فنان شريف مونير واحمد رزق واحمد بش عارف مين اتكلموا خلاص بقى وعش طيب تحرك برلماني ضد فيلم ريش تحرك البرلماني تحرك علشان فيلم ريش تخيل يا سيد الفاضي بلاغ يطالب بمحاكمة الابداع مصر الابداع يا جماعة ناقة فني بلاغ بص الأول بلاغ يطالب بمحاكمة مخرج وسيناريست ومنتج فيلم ريش تلاتة اللي كتب واللي اخرج واللي انتك في واحد كده راح جاء قلبه جابه وعمل بلاغ ضدهم لو مين هو سامير صبري زي ما انتوا عارفين ناقة فني عن فيلم ريش موسيق وغير مقبوله وابطاله هواء لأ انتوا دلوقتي حاولتون من هواء الى نجوم احمد موسى احمد موسى يهاجم فيلم ريش وبيقولك اللي عمله لسه عايش في 2012 ليه هو مافيش فقر وعشوائيات انا عايزة فجأة كحماد ان في عشوائيات انتهت صحيح بس لسه في عشوائيات وان الفقر اللي حصل من 2013 اخرها لحد النهاردة زود الفقرة فزود العشوائيات ده وانت مش واخد بالك نسبة الفقر النهاردة ازيد من 2013 بكتير يا حماد نافق بس الارقام مش هتديلك مجالة كم هلا صدقي بيوت الناس مش في المناطق الشعبية زي الفل ومصر اتغير طبعا انت تقف في الجونة كده تبص فتلاقي الرواعي تحتك فتشوف بيوت الناس وكذا عزبة القرود وعزبة الصفيح يعني انا مش عارف الناس دي بيتكلموا عن انه مصر طب بلاش مصر نقفل ريش ونروح لحتة تانية كيف تكرم وزارة وزيرة الثقافة عمل فني وسيء لمصر يا جماعة لما نتكلم عن حقيقة دي مش اساقة الفن مش دور انه يطبل يا جماعة مش لازم الفن كله يبقى الاختيار مش لازم الفن كله اخترناك وحنمشي وراك ويا زعيم ويا اسد ويا بطل الفن عين الناس على اللي بيحصل المفروض يبقى كده يعني اول رد من محمد حفزي على انتقاضات ريش السينما مش هدفها الترويج السياحي او التطبيل السياسي بس او ما يقدرش اقولها اقولى انا وبقول لهم السينما مش دورها الترويج السياحي بلاص مني ولا التطبيل السياسي ولا التلميع لاي حد السينما فيه سينما اتعملت في الاسور صعبة جدا طيب بالمناسبة احمد السقة بالمناسبة السينما يعني احمد السقة اعرفين هو بقى عنده كهرباء زيادة فطلع قالك السينما في الستينات والثمانينات خلقها داية كان أظنها محترمة ما فياش قلع بس الواقع ما بيقولش كده السينما الستينات كان فيها حاجات ملاش علاقة بالواقع المصري بس كان فيها فن محترم جدا أنا هقول لك دلوقتي بوست إهاب توركي اللي رد عليه بس تعالى نسمع منه كده أو نقرأ الأول إهاب توركي لا نقرأ إهاب التوركي الأول بيرد على أحمد السقل بيقول إن السينما كان خلقها داية بيقوله السينما كان خلقها داية في سبعة وستين لحد أواخر التسعينات لما جاء إسماعيلية رايح جاي بعض الأفلام اللي عملتها السينما المصرية وخلقها داية الأرض الأرض بتاع مين الأرض بتاع محمود المليجي الموميا بتاع أحمد مارعي سواء الأوتوبيس البستاجي الزوجة التانية شيء من الخوف التقل أسويرا أريدو حالا الكتكات البريق ميرامار زوجة راجل مهم السقمات سكندريلي جاتي والكلب أحلام هندو الكاميليا أهل القمة الكارنكز كل روائع أو من أغلب روائع السينما المصرية عملت في الستينات بس أحمد تقريبا يعني علشان هو دلوقتي يغير فكره أو حاجة عايز كده قال له إيه في الآخر ما شفتش طيب قال له يا ريتها فضلة خلقها داية بدل ما سينما كرشة النفس والإمساج اللي بدعتها الأفلام في البوسط من قايمة أهم ماءة فيلم مصري في القرن العشرين أغلبهم كان في الستينات دا ردا على أحمد السقا يعني يا أحمد أنت عايز تقلع حد أنت حر في بيتك بس ما يتقلش بقى على السينمات الحلوة كانت وعشة ترجمة نانسي قنقر